استحلفك بالله أجب أنت على نفسك أنا لا أريد منك جوابا استحلفك بالله هل انتهيت من حفظ القرآن؟ هل انتهيت من حفظ على الأقل ألف حديث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تحافظ على الصلاة في جماعة؟ هل تحافظ على قيام الليل؟ هل تغض البصر عن الحرام؟ هل تكف اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب؟ هل لا تتجرأ على الله في الخلوات؟ هل لا تنتهك الحرمات؟ يا ولدي هل أصلحت دينك لتطعن في هؤلاء الكبار الذين نصر الله عز وجل بهم الدين فورب الكعبة ورب الكعبة إني أخشى عليك من سوء الخاتمة إن تجرأت وطعنت في هؤلاء الأكابر قال مالك بن دينار كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين يا ولدي فتش عن دينك فتش عن دينك وقال عبد الله بن المبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنيا ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته وقال زيد بن سنان الأسدي إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ بل قبل أن يتعلم الدين قبل أن يتقن قراءة القرآن قراءة صحيحة من المصحف يتعلم الوقيعة في الناس ويعلم أولادنا الصغار الوقيعة في الناس متى يفلح؟ ومن جميل ما قال ابن عساكر قال ونحن نقبل الحق من أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد احفظوها اعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق يقول اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من اختاره الله منهم لإحياء العلم خلق ذميم ثم قال ومن أطلق لسانه لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب ورب الكعبة سيبتلى بموت القلب من يتطاول على أهل الفضل بل من الأولياء الصالحين إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي فهم الذين تذكرك وجوههم بالله فضلا عن كلامهم فضلا عن أفعالهم فضلا عن أحوالهم خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله فالعلماء إذا رأيت العالم ورب الكعبة تذكر ربك بل وربما تخجل من نفسك إن كنت على معصية إن وقعت عينك على عالم وتذكر يا ولدي قول الله وقفوهم إنهم مسؤولون قفوهم ستسأل ستقف بين يدي الملك العدل الحق وسترى هؤلاء الأئمة الكبار ستراهم بين يدي الواحد القهار يسألون ربهم جل وعلا حقهم منك بالحسنات وبحملك أنت عنهم من السيئات وقفوهم إنهم مسؤولون أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم وظلمهم للخلق وعن كل ما صدر منهم في ذلك الدنيا فاحذر يا بني من الوقيعة والطعن في أهل العلم الكبار ولا تشعل نفسك في خندق واحد مع أعداء الإسلام الذين وحاولون هدم قمم الإسلام للطعن في الدين ذاته وتذكر قول نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا تكن ظهيرا لأعداء رب العالمين يا ولدي بهدم القمم والنيل من علماء الأمة الأحياء منهم والأموات فإن ذلك وسيلة حقيقية قصيرة لهدم الدين ولإطفاء نوره وهي سياسة قديمة بقدم أعداء الإسلام الكائدين لأذى الإسلام ولعلكم تذكرون بذرة هذه الفتنة الأولى في حادثة الإفكي التي نالت من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين ونالت من طهارة الصديقة بنت الصديق عائشة حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات بل ونالت من صديق الأمة الأكبر والهدف الأول هو الطعن في رسول الله والطعن في الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك راحوا يطعنون في الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين ثم راحوا يطعنون في السنة وهأنتم تابعون راحوا يطعنون في سيرة فالهدف الدين الهدف الدين وفي هذه الفتنة العظيمة تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم وهم أحجوا الناس الآن إلى وحدة الكلمة وإلى الاعتصام لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه